القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محط اهتمام العراقيين بشكل عام وبمختلف معتقداتهم وتوجهاتهم فهي قضية تمس العمق العربي بشكل عام شيوخ عشائر العراق كان لهم موقفهم ووقفتهم التضامنية التي حضرها السفير الفلسطيني أحمد عقل فهي لترسيخ المبدأ القائم على دعم العراق للقضية العربية الفلسطينية نحن سعداء جدا أن نكون في هذا المظيف العربي الوطني العشائري ونلتقي بهذه القيادات العشائرية من كل العراق والتي تمثل كل العشائر العراقية هو شيء نفتخر به عبروا بكلماتهم عن موقفهم وعن عروبتهم العميقة وكما قلنا كل العشائر العراقية لها انتدادات في فلسطين فنحن عمليا نتكلم عن شعب واحد وليس عن شعبين الشعب العراقي بكل فئاته تفاعل مع ما يحدث في فلسطين وقف إلى جانب القدس وإلى جانب المسجد الأقصى وأعتقد أن هذه الوقفة عظيمة ومهمة وأساسية وإن شاء الله سيكون لها تبعات إيجابية شيوخ عشائر العراق أكدوا للتغيير أنهم مع فلسطين أينما تتوجه المعطيات فتلك القضية التاريخية لا تمس الشعب الفلسطيني وحسب إنما لها أثارها في عمقها العربي والديني فالمسجد الأقصى هو مسرى رسول الأمة محمد أي أنه من المقدسات الواجب الدفاع عنها مهما كان الثمن باهضان حقيقة اليوم العشائر العراقية وقفت وتؤكد ودعمها ومساندتها إلى الشعب الفلسطيني ضد ما يجري وما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان وقالت العشائر العراقية اليوم نحن مستعدون بالدفاع عن فلسطين وعن قضية فلسطين الاجتماع اليوم واللقاء اليوم لعشائر العراق هو تجسيد على أن العشائر في جمعها قوة وهذا اليوم نعتبره يوم قوة لمساندة ومظاهرة الشعب الفلسطيني الجهاد الوطني هو سمى من سمات العشائر العراقية عندما يتطلب الأمر للدفاع عن أي شبر في الأمة العربية وفي فلسطين سوف نرى العشائر العراقية كلها تهب لعل هذه البادرة هي الأولى عربيا فبها يسجل العراقيون موقفا تأريخيا مشرفا في وقفتهم مع الشعب الفلسطيني في محنته هذه موقف وضحته شيوخ عشائر العراق بتجمع حاشد لهم في مظيف عراقي وبحضور السفير الفلسطيني لدى العراق ليكون العراقيون أول العربي وأقربهم تضامنا مع القضية الفلسطينية من بغداد محمد فراس قناة التغيير